أنت أصعب موقف عديتي بيكان إياه سوميا أصعب موقف أيام التدريب بفترة التدريب بتاعتي هم موقفين بفترة التدريب بتاعتي الأولانية كنت بتدرب في بسينة على 8 متر فكان معي أحد معي ففيه سكيلز بنعملوه إن الكابتن بيقفل تنك الهوى بتاعي وأنا ببدأ أدي أشارة للبادي اللي معي أو لزميلتي اللي معي أو زميلي بديله أشارة إن أنا ما عنديش هوا فبيبدأ يديني أكسوجين هوا من تسلموا بعض بيبدأ يديني هوا من معي فأنا عملت كده كابتن أفل عليها التنك وبدأت أبدل معيها أنا أفل عليها التنك أدي لها الإشارة ما عنديش هوا مثل ناحي المصالي كده اللي هو مش عارفة حد شراضي ما عطيتم يشا وقمت طلعتم مرة واحدة وده كان على 8 متر فدي حاجة كانت غلط جدا حتى الكابتن ساعتها يعني زعل جدا وقال ما ينفعش يحصل كده بس أنا قلت لا والبحر حاجة تانية غير القسين في البحر نزلت لحدي 39 متر تسعة وتلاتين متر يعني أنت مفيش حاجة خالص خلتك تغير رأيك أو تراجعي عن موقفك أصلا يعني في الغوص السياحي مكسما بالهواء أربعين متر نفعش عدي الأربعين متر بعد الأربعين متر ببقى فيه غوص بنيتروكس وهيليوم يعني غوص مخاليط غوص ثانية فأنا نزلت بالهواء تسعة وتلاتين متر فبعد ما نزلت نزلت على تسعة وتلاتين متر ففيه حاجة اسمها ناركوزيس سكر أعموك سكر أعموك ده لما بيجي تحت الماء بقى كأن شربة مواد مخدرة ليه؟ ومتحسها بأي حاجة من الضغط من الضغط من الضغط الهواء أن أنا ممكن يجيلي الحاجة دي فأنا حسيت ببوادرها كان حصل لي دوار فعطيت إشارة للبادي اللي كان معاية زميل اللي كان معاية عطيت له إشارة فبدأت أطلعهم كأقل فيه ناس بتموت كتير من المرأة دوت مرأة سكر الأعماق فيه ناس بتقلع المعدات سكر الأعماق فيه ناس كتير بتقلع المعدات وطلع مرة واحدة فيجي لها انفجار في الرقاء وتموت وفيه ناس ممكن تشرب مياه وتغرق وتموت هيا ما بتبقاش دريانة انت قلب الجامد داوي برضو يا سبا مش سهلا احنا بنات مصر جدعين عمتان اه لا احنا جدعين جدا وانت كمان على فكرة يعني بدأتي تبقى مدربة في شركات لحم تحت المايا برضو دي حاجة عايزك تكلميني عنها انك تبقى مدربة فده معناه ان انت ما شاء الله عدتي شوط حلو جدا في لحم تحت المايا انا بدرب من 2015 دربت في شركة سنة ودلوقتي بدرب في شركة تانية تعتبر من أكبر شركات شركات ومصر في التدريب الغوص التجاري بدربهم على اللحم وبدلهم كل حاجة انا تعلمتها في اللحم بحاول ادلهم كل خبرتي عشان انا حب ناس تطلع يعني احسن مني كمان يعني لازم ادي اللي معايا ده خبرتي واعلمه اكتر واكتر واكتر والمجال شايف انه فيه بنات بتدخلوا كتير الفترة دي ولا برضو لست الاقبال مش شديد يعني لا فيه بنات بتدخل على صفحاتي على الفيسبوك ويفضلوا يستفسروا وبعزين يخدوا المجال ويخدوا التجربة